كرام نمر إلى ملفنا الثاني للنقاش ويلعب الجانب الخدماتي بطبيعة الحال مؤخرا في الجزائر دورا مهم لتسهيل حياة المواطنين خاصة بظهور جائحة كورونا وضعا نستغله شباب لإنشاء موقع خاص لتواصل مع الحرفيين بالمواطنين وحتى بطبيعة الحال وما أحواجنا إليهم اليوم حاصة في ظل نقص عددهم في السوق وأيضا بطبيعة الحال لتسهيل هذه العملية للمواطن وتقريبه من هؤلاء الحرفيين والمحترفين في كل المجالات بطبيعة الحال معي في البلاطو ضيفي الكريم سيد عثماني لونيس مؤسس منصة إلكترونية ألو سيلكني سنتعرف على هذه المنصة الإلكترونية مع الضيف أهلا بك سي لونيس أهلا بك أهلا صباح الخير صباح الخير لكل المشاهدين بطبيعة الحال اليوم الشباب عمما يهوب لإنشاء مثل هكذا منصات مواقع تطبيقات وغيرها اليوم أنتم خيرتوا منصة إلكترونية اسمها ألو سيلكني لو تعرف لنا هذه المنصة أن ألو سيلكني عبارة عن منصة إلكترونية أولا متواجدة عبر الموقع الإلكترونية www.alosilekni.com وكذلك عبر التطبيقات في البلاي ستور والأبيل ستور المنصة ألو سيلكني هي فكرة لأربع شباب يعني منيش واحدة في هذه الفكرة هي منصة يعني تواصل بين مقدمي الخدمات وبين أي شخص يطلب أي خدمة في أي مكان في الجزائر بطبيعة الحال لما نتحدث عن الخدمات نتحدث عن حرفيين نتحدث عن أهل الاختصاص المهن الحرف المهن الحرة حتى النساء الماكيتات في البيت حتى اللي عندوا أي خدمة يقدر يقدمها يقدمها للمواطن الجزائري يقدر يسجل هل يمكن القول أن ألو سيلكني اليوم هو بمثابة موقع تجاري خدماتي؟ لا هو ليس موقع تجاري هو موقع تقديم خدمات يعني موقع نحن نروجل كل هذه الخدمات نروجل كل واحد راح يكون مسجل عندنا في هذا الموقع الخدمات معنية يعني محامات لما نتحدث عن سان كارين نتحدث يعني نتحدث باللغة بلونبيين مينويزي مينويزيين بلونبيين جارديني ممليس حقا ميتان دو ميزان أنا فيرمي أنا كوفة أميكانيسيان ممتح عمبان مرة تقدر تستعمل تطبيق يعني مش بالضرورة تكون في بيت كل في مقر عملك يعني حتى في الخارج تقدر تستعمل هذا طيب أمر سهل لما نشوفه هكذا لكن حتى نتحدث أن هؤلاء الشباب اليوم لنشأوا هذا الموقع موقع ألو سالكني بطبيعة في إطار شركة ناشئة لكن اعتمدتم على نفسكم ما ركوش منضويين تحت أي لا نحن لا نندرج لا ننتمي لأي هيئة ولا لأي أي حاجة الموقع أسسناه ب أي حاضر أسسناه بأنفسنا يعني ما عندناش مساعدات من عند أي هيئة طيب لما نتحدث على موقع نتحدث على اشتراك هل هذا الموقع يجب يكون فيه اشتراك مادي أم اشتراك يعني مجاني لا الموقع مجاني من شاء الله رح يبقى مجاني لكن مع مرور الوقت ممكن رح ننشأوا فيها حسابات خاصة اللي تكون فيها امتيازات خاصة كذلك للمسجلين ورح تكون اشتراكات رمزية جدا يعني ما رحش يكون أما كل الناس تقدر سجلوا بشكل مجاني يعني مش بالضرورة يخلصوا طيب لما نتحدث على ألو سالكني نتحدث على خدمات الخدمات هذه كيف حتى وجدتموها أو طبقتموها على أرض الواقع في هذا الموقع بالذات هي الفكرة مستوحات من حياتنا اليومية الفكرة جات من مشاكلنا اليومية اللي كلنا عايشينها يعني ما كاش واحد فينا ما يحتاج خدمة في أي مجال يعني تقدر في عملك تحتاج خدمة تقدر في بيتك تقدر في سيارتك إحنا شنا بليك نقص في هذا الميدان شفنا بليك فيه بعض المشاكل يعني في بعض الأحيان تلقى صعوبات باش تلقى شكون يقدم لك هذه الخدمة خاصة أنك تكون بعيد على من تسكن ولا على كما نقوله إحنا على سيكتر ديالك يعني تكون مثلا نرك دي براسمو مثلا نرك بعيد اح تبقى تتصل بناس ولا تبحث في مواقع بزافة إلكترونية وممكن ما رحش تلقى ورح تضيع وقت ورح تضيع جهد ونحن وعليش لماذا لا يعني أن نجمع كل أصحاب هذا المهن والحرف والخدمات في موقع واحد والموقع يخدم باللوكاليزازيون يعني رح يعطيك الخدمة اللي رح تحوص عليها في أقرب مكان لك يعني هذا هو الافونتاج اللي رح يكون عند مستخدمي للتطبيق وبطبيعة الحال في الخارطة ويوصلك أيضا حتى شخص لا رح تتواصل مباشرة مع الشخص يعني هما أقول لك الافونتاج اللي عندك مثلا تحوص انت على بلومبي رحك في مكان معين تدخل للتطبيق تكتب الخدمة اللي تحوص عليها يعني موجودين كل الخدمات تحط الموقع تاعة كونراك كي يخرجو لك يعني اللي شارجتها كي يخرجو لك الرزولطة نحي يخرجو لك بلوزير بروفيل يعني كل واحد ومنين مسجل الافونتاج اللي عندك كي تدخل في بروفيل رح تلقى مش حال عنده خبرة هات سيد وش مهي الأعمال اللي قم بها من قبل حتلقى حتى صور رح يعرض عليك صور تعويش خدم من قبل عبارة عن كوريكولون فيتي يعني بنسبة تعال والله إزاك تهمه يعني رح يكون عندك بروفيل كومبلي رح تقدر أنت تقيم مقدم هذه الخدمة قبل ما يجيك بدون ما تحتاج تعيط وتسقسي هل يخدم مليح هل يحسب الإنسومة مليحة والشي الجميل كذلك درنا فيها يعني تقييم مثلا أنت تتعامل مع شخص تقدر تقييمه عبر المنصة تعنا وشخص واحد رح يزيد وكل شخص رح يقيمه يعني حتى تقدر تعرف مسبقا هل هذا الإنسان يقدم خدمة مليحة أو لا لا وفيه ثانيك حتى للتعليقات حول هذا الشخص يعني مثلا أنت تتعامل مع شخص رح تحب تعليق قال أنا سبق اليوم تعاملت مع الشخص إنسان محترم وإنسان بروفيسيوني ليخدم مليح يعني الإنسان رح يكون مرتاح مرتاح وشيء الأجمل أنه إحنا رح نعملون يعني أنت كمستعمل لمنصة رح تكون مرتاح لما تتعامل مع أي شخص لسبب بسيط أنه إحنا حسابات هذه الأشخاص رح نفيريفيوها الناس رح ترسل بيطاقة تعريفة رح ترسل وطائق ونحن نتمكنهم من يعني إذا كان المشكلة قدر الله يعني الكليوة تعالى يكون دايما طيب هذه لما نتحدث على الخدمات نتحدث بطبيعتين لعرض الخدمة كيف يتم التواصل مع أهل الإختصاص اليوم هل أهل الإختصاص هم من يتوجهون إلى هذا الموقع أم الموقع يتوجه إلى أهل الإختصاص من أجل ربما توفير خدمة أوسعة هي في اتجاهين في الاتجاهين في الاتجاهين يعني أحنا كمؤسسة نبحث عن المقدمية الخدمات في كل مجالات عبر مختلف الوسائل وكذلك نقوم بالترويج لاستقطاب هذا المقدمية الخدمات للمنصة أعملية الترويج كيف كانت؟ كانت عبر الأنترنت لأنه في خدمة كبيرة على مظلم خدمة كبيرة خدمة كبيرة والتي رأي هي يوميا يعني الخدمة مش كانت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصفة خاصة وفي طرق أخرى في هذه باس دونية عندنا كيقدرنا أن نتكبر بهم طيب التطبيق لما نتحدث على التطبيق والموقع في حذاته هل يعمل على مستوى 48 ولاية لأنه لما نتحدث على التطبيق يجب أن يكون منتشر ولما يكون منتشر عبر 48 ولاية حيث يكون في عمل جبال من طرف الفريق العمل حتى يتم توفير هذه الخدمة لكل المواطنين الجزائريين بكل صراحة الموقع حاليا حاليا نحن موجهنا كل اهتمامنا جزاء العاصمة وضوحها حاليا ولكن الموقع مفتوح لـ 48 ولاية نحن ترويج باش نقوم بها في كل ولاية الوطن شي سعيب قصة في البداية ونحن مؤسسة ناشئة أو الإمكانيات نقول لك محدودة شوية يعني ما عندناش إمكانيات لتسمح باش نقوم بالترويج في كل ولايات ولكن تسجيلات مفتوحة في كل الولايات نحن نبدأ تدريجيا نبدأ من وسط الجزائر يعني من العاصمة والولايات المجاورة ونحن نتنقل للشرق للغرب وكما للجنة لما حتى نوضح الصورة فقط بالنسبة للمحترفين في هذا المجال أو المجال الخدماتي لما نتحدث عن أصحاب المهن المهن الحرة كيف يمكن أن يشاركون في هذا الموقع؟ هل يتوجهون إلى الموقع أم عبر تسجيل خاص عبر الحاسوب وفقط؟ عبر الحاسوب ولا عبر الهاتف وهو ما هو معني باشتراك؟ هذا هو الاشتراك؟ أصحاب الحرف نعم أكيد يعني الإنسان عنده حرفة ولا خدمة يقدمها يدخل للموقع ولا يدخل عبر التطبيق عنده وين يدير الانسكريبسيون ما فيهاش حاجة كبيرة الانسكريبسيون يسمى اللقب برقم الهاتف يختار المجال يختار المجال ورح يكريه البروفيل أبريح يدير الخدمة ورح يدير يمكن يعرض صور كذلك على وش سبق في الميدان يقدر يعرض يقدر يقول نشحال عنده خبرة في هذا المجال صفة عامة يعني هذه هذه أهم أجور طيب لما نتحدثوا على هذا الفريق فريق العمل بطبيعة الحال فريق شاب متوفر من أربعة أشخاص أربعة أشخاص حاليا حاليا حنا عنا 15 يوم اللي بدأ المشروع يمشي يعني قبل هذه الفترة كنا كنا نجهزوا في التطبيق وفي المنصة من بدنا بدنا أربع أشخاص ورح تطور الأمور أكيد يعني هذه بداية وإن شاء الله لما لا رح نساهم يعني في في استقطاب يعني أكثر أكبر عدد من العمال يعني لما لا إن شاء الله هذا ما نتمنى سيد عثماني لونيس مؤسس منصة إلكترونية ألوس الليكني نتمنى أن مثل هكذا مشاريع تظهر للعلن وتساهم في حياة المواطنين شكرا كان هذا كل شيء وكانت هذه الأسئلة التي أريد أن أطرحها عليك حتى نوضح للمواطن وأيضا لأصحاب المهن كيف يمكن المشاركة في هذا تطبيق وفي هذا الموقع ألوس الليكني الذي سيسهل لا محال من حياة المواطنين إن شاء الله إن شاء الله سنكون جبنا إضافة جديدة للجزائريين إن شاء الله سنكون قدمنا أولا سنقدموا يعني شيء جديد لبجل خدمات في الجزائر لما لا رح يكون تفاعل كبير معنا وإن شاء الله تنجح للفكرة وإن شاء الله سنسهلوا بزاف أمور إن شاء الله لما حال ستنجح لأنه هم المواطنين هو تسهيل الخدمة لهم وتقريبها خاصة في الوقت اللي رحنا عايشين يعني رحنا نعاصره في وقت تطور تكنولوجيا رهيب صحيح ولازم الجزائر تواكبها تطور وتكون كما كل دول يعني كانت تروح للخارج مثلا رح تلقى تطبيقات في كل مجالات يعني مكان شي ما تلقاش عبر التطبيقات ولا عبر الانترنت وإحنا تاني كجزائريين إليق نكونوا في المستوى وإليق نكونوا يجب نبكب العاصر بطبيعة الحال لا يجب وإن شاء الله قدموا إضافة يعني هذا ما نتمنى شكرا جزيلا لك سيد عطماني لونيس مؤسس منصة إلكترونية ألوس شكرا لكم وشكرا ليقانة النهار على هذه الاستضافة يشرفنا نكون من ضرور مرحبا بك في كل وقت الله يسلم